بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم مايكروسوفت اكسل النهاردة ان شاء الله نتعرف على ازاي نعمل تحديد للحد الاقصى لمحتويات الخلية يعني ايه الكلام ده يعني انا عندي خلية عايز اعمل لعدد الحروف اللي هيخش في الخلية دا يعني لو افترضنا على سبيل المثال دي البيانات اللي احنا عايزين نشتغل عليها عندنا هنا الاسماء وعندنا هنا الرقم القومي اللي احنا هندخله لكل اسم عندنا في مصر الرقم القومي بتكون من 14 رقم معنى كده ان انا ما يفعش ادخل قدام احد الاسماء من الاسماء دي 13 رقم او 15 رقم او اي عدد من الارقام بخلاف ال 14 رقم اللي موجودين على الرقم القومي بتاعي طيب انا دلوقتي في واحد شغال عمال يدخل في البيانات ومن ضمن البيانات الرقم القومي انا عايز اعرفه انه هو بمجرد ما يدخل بيان غلط يعني دخل رقم اقل من 14 او اكتر من 14 يقوله انت في حاجة عندك غلط طيب احنا اتفقنا ان احنا لما نكون عايزين نحدد نوع بيانات معين يخش في الخلية بنستخدم اداة ال data validation طيب احنا اول حاجة هنعملها هنحدد الرنج اللي احنا عايزين نطبق عليه ال data validation احنا حددناه خلاص بعد كده بنروح لقيمة data ونختار data validation بيطلع لي direct box طيب هنا دلوقتي انا بقول انا عايز الخلية يكتب فيها 14 رقم معنى كده ان انا بداور على دلة وظيفتها تقولي عدد الحروف اللي جوه الخلية دي طيب ايه الدلة اللي بتعمل الوظيفة ديت الدلة لين بكل بساطة بكتب يساوي طبعا واكتب لين وافتح القوس واقوله لين بتاع الخلية ديت لين بتاع الخلية ديت بتعمل ايه بوظيفتها ان هي بتقولي عدد الحروف اللي داخل الخلية C3 طيب انا بقول ان الرقم القومي بتاعي لازم يكون 14 طيب يبقى انا لازم اقوله بيساوي 14 انا لو عايز عندي في مثال تاني بشرط تاني بحدد عدد الحروف اللي لها تتحط في الخلية طيب يبقى دلوقتي ال data validation هتيجة بص اتعمل الخلية هنا C3 مكتوب فيها 14 رقم والالالربعتاشر بيسير للالربعتاشر يبقى ناتجتها ترو يبقى خلاص مفيش مشكلة لكن اذا افترضنا ان سي تلاتة فيها تلاتاشر رقم بس يبقى تلاتاشر بتساوي اربعتاشر النتيجة العملية المقارنة دي هتبقى فولس فبالتالي هيديني ارور ويطلع الارور اللي مكتوب عندي هنا عشان اعرف للمستخدم ايه الارور اللي حصل او طبيعة الارور بحس ان هو يقدر يستدرك الخطأ اللي وقع فيه ويحله طيب سي ثلاثة بتساوي اربعة عشر طيب دلوقتي احنا هندوس اوكي ونبسي نطبق هنقول مثلا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كنترول وانتر هنا المعادلة شغالها زي الفل طيب انا لو كتبت هنا بيقول لي ايه ده في حاجة غلط عفوا يجب اتخاذ الرقم القومي بشكل صحيح اربعة عشر رقم فعلا ده نكاتب هنا رقمين ده بقول له تراي واحد تلاتة كده كام تداب تسعة ناشر اربعتاشر حمستاشر غلط يبقى انا لازم ادخل اربعتاشر على طول هتلاقي بيقبلها طيب دلوقتي نفترض ان المستخدم اللي هيدخل بينات ممكن يعني يالط فبذل ما هيكتب ارقام هيكتب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع دمانية تسعة عشرة داشرة اتناشر تلاتةاشر وده سحرف غلط هنا الدلاشة غلط عادي ما فيش اي مشكلة طبعا الكلام ده غلط انا عايز برضو اكبر المستخدم انه يدخل اربعتاشر رقم اربعتاشر رقم يعني ايه يعني هيدخل اربعتاشر كاركتر ويكون الكاركترات دي كلها ارقام طيب نجي نحدد الرنج بتاعنا كله واندليته وبعد كده نخش تاني على داتا داتا ونمسح الكلام ده كله ونقول له بكس بيس شكرا ونستخدم دلة جديدة الدلة بقى انا بقول انا عندي شرطين الشرط الاول لأ قبل ما نقول الشرط الاول عندي شرطين معنى ان انا هيكون عندي شرطين والاثنين لازم يتطبقوا فانا هيستخدم الدلة اند افتح القوس اول شرط عندي اللي لسه كاتبينه اللي هو بتاع الخلية بيكون اربعتاشر دي بيساوي اربعتاشر طيب الشرط التاني ان هو يكون من رقم ايه ايه الدلة اللي بتاستخدمها تقول انت رقم الدلة اللي هي اسمها از نمبر ووظفت الدلة از نمبر ان هي بتعمل فحص على محتويات الخلية وتقول لو هي رقم لو هي مش رقم هتقولي فالس طيب انا كده عملت الشرطين بتوعي نراجع تاني مع بعض انا بقول اند معنى اند ان الشرط الشروط جلها اللي موجودة جوه الدلة لازم تتحقق لو واحدة منهم ما تحققتش معنى كده ان نتيجة الدلة اند هتكون فالس واذا كانت نتيجة الدلة اللي انا مستخدمها بالداتا فالديشن فالس معنى كده ان هيصار لي الاررور اللي بيقول لي كلام اللي انت مدخله في الخلية مش مصبوط طيب نراجع على الشروط بتاعت الدلة اول شرط ان لازم يكون عدد الاحرف اللي جوه الخلية 14 خلاص دي اللي احنا عملناها اول مرة طيب تاني شرط ان الحروف اللي انا ندخلها دي لازم تكون ارقام وإلا ده ما بقاش رقم قومي ده بقى حاجة تانية خلص طيب ندوس اوكي ونجرب هنا بيقول لي في مشكلة نبص كده هنا از نمبر وفتح نقص وقفلناه طيب لحظة كده طيب هنا الغلط اللي احنا وقعنا فيه ان انا نسيت اكتب علامة لي الساول طيب يبقى هنا لين الخلية طول الخلية بيساول 14 ولازم يكون رقم نقوله اوكي ونبتد نكرم هنا ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة تناشر اربعة عشر زي الفل طيب انا لو كتبت هنا كده ادي واحد اتنين ثلاثة عبعة خمسة ستة سبعة تمانية كده مزبوط ان هي كده مزبوط ان شاء الله يقول لي غلط طبعا انا بتكلم مزبوط نم اربعتاشر رقم هنا في عندي حرف اي فده اللي بيعتبرها ان هي تيكست معنى كده ان هي غلط بيقول لي تتراي انا هروح امسح الايديات وحط مكانها الواحد بتاعتي هتلاقي ان هي فعلا مزبوطة انا بقى بغض النظر بقى حرف واحد ولا هي كلها احرف هتلاقي هنا لازم بيقولك ده او الحاجة طوله مش هربعتاشر فدي بقى هي غلط عندك تاني حاجة ان هي مش نمبر طيب احنا كده اتعرفنا على ازاي زي ما احنا قلنا هنا دي ايه نوعه معنى كده ان انا لازم اما امسح محتوى الخلية اما ادخل حاجة مزبوط طيب انا اقول له وامسح محتوى الخلية يبقى احنا في الدرس ده تعلمنا واحد من خلال هنا تاني حاجة تعلمنا ازاي نستخدم ادلا انت ودلا لين ودلا اس نمبر فان انا اتحكم في طول البيانات اللي جوه الخلية وطبيعة البيانات اللي جوه الخلية وبكده يكون درس النهاردة خلص اتمنى يكون الدرس كان واضح لو في اي مشكلة بخصوص المعادلة اللي احنا مستخدمينها اتمنى نتحطها في اخر الدرس وان شاء الله نحط نحط الحلو بتاعتها مع بعض واتمنى ان يكون الدرس كان واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته